متبعين الكرامة من جانب آخر أعلن القيادي في التيارة الصدرية حزم العراجي أن اللجنة المشكلة للتظاهرات المليونية أنهت كافة الاستعدادات الخدمية واللوجستية لإقامة الصلاة العراجي أكد أن اللجنة أنهت كافة استعداداتها ونسقت الجانب الأمني مع الجهات المعنية لتأمين المصلين والمتظاهرين وأن التجمع المليونية سيكون في ساحة التحرير وسط العاصمة العرقية بغداد وأشار لأن العدد ستكون مليونية وركافة ابناء الشعب العرقي ولم تقتصر على أبناء التيار الصدري فقط ودعيا في الوقت ذاته لضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة المركزية لمنع حدوث أي إشكال أو احتكاك ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية